ما هي الاتهامات؟ هذه المرارة فيه قائمة من الاتهامات ما الاتهامات؟ قالك الإماراتيين لقد تأكد أكثر من أي وقت ماضى لدى الضوار الرسمية والإعلامية الوطنية ارتباط مسؤولين الإماراتيين بشكل مباشر بقضايا خطيرة تستهدف المصالح الحيوية للجزائر منها التجسس داخليا وحدوديا أول حاجة أول تهم يوجهانهم أنهم يتجسسون على الجزائر داخليا وحدوديا حدوديا يقصدوا المغرب وتونس وليبيا والنيجر ومالي وموريطانيا بالمناسبة وهذا صحيح فهذه الدولة في كل هذه البلدان لديها مراكز للتجسس على هذه البلدان وعلى الجزائر لكن في الجزائر أيضا تتواجد الإمارات هنا في اعتراف قالوا داخليا في اعتراف هذا المرة اعتراف ليس بار كما كانوا يلوموا على البلدان المجاوية هذا المرة قال لك باللي أيضا تجسس من الداخل نعم الكارثة الكبرى هو ما هو تجسس الحدودي تجسس الحدودي هذا ليس الكارثة الكبرى الأجهزة والأبس اللي مركبينها في تونس وفي ليبيا أو في المغرب أو في موريطانيا ليس هذه هي الكارثة الكبرى الكارثة الكبرى هم المسعورين هم المسخطين الجزائريين عسكريين ومدنيين اللي في أعلى المناصب واللي بعضهم سيدي سامبل زينديكاتور سيدي زينديكاتور بياعين جواسيس للإمارات وبعضهم يتجسس مقابل المال وأكثرهم يتجسس مقابل أن لا تفضح الفيديوهات اللي مصورين هالو في أوضاع بشعة بشعة مرعبة هاي المشكلة وهاهو علاش للعصابة اليوم حاصلة هاي علاش حاصلة وما قدرتش يعني القرار نهارلي قاله قرار طرد السفير الإماراتي كان صح القرار صدر لكن دخل جنح آخر قالهم لا 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 حبسه واش راكم تديره واش راكم تديره وربما بعث لهم حتى كاش مقاطع من الفيديوهات واش راكم تديره أيضا للتحليل والإنصاف جنح تبون أقل انخيراطا في القذارة لمن خرطة فيها الأجنيح الأخرى جنح المخابرات وجنح شنقريح بعض كبار جنينات الجيش وبعض كبار جنينات المخابرات وأنصارهم هما المنخرطين أكثر في الفساد الأخلاقي جماعة تبون عندهم بضعة أشخاص معهم الملفات شادين عليهم ملفات الإماراتية لكن ما هوش بالحد لماذا؟ لأن تبون في الحقيقة كان اختار طريق آخر في الألفين كان اختار طريق الأتراك والقطريين وإلى حد ما فرنسا هذون هما اللي كان يتعامل معهم أكثر ولذلك لما صبح رئيس الآن علاقاته أفضل مع القطريين والأتراك مقارنة مع الآخرين وكانت جيدة مع الفرنسيين لو لو ما خرب هالوش جبار مهنة اللي خرب هالو في ثلاث ملفات في هذا الشتشر الأخير ملف بوراوي ملف لقاء تل أبيب وملف الحرائق في القبائل وفرنس دانتكات وراني كنت حكيت عليهم في وقتهم يعني إذن هاهم هنا يعترفوا بليكين تجسس داخلي هذا تقدم هذا شيء مليح لأن هذه أول مرة يتكلموا على التجسس الإماراتي الداخلي